في المغرب أثرت دعوة نشطاء إلى مقاطعة اللغة الفرنسية في مناهج التدريس واستخدام اللغة الإنجليزية جدلاً واسعاً بسبب مرور عقود على اعتماد اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية في المرحلة الجامعية الدعوة التي أطلقها عدد من النشطاء ووقع عليها نحو 16 ألف شخص ترى أن اللغة الفرنسية أضحت عائقاً أمام مستقبل الطلبة في التعليم عموماً وعلن المغرب عن توجهه نحو توسيع استعمال اللغة الإنجليزية في المدرسة واستبدال الفرنسية لاحقاً بهذه اللغة التي باتت مطلوبة بشكل كبير في البلاد للمزيد معنا من الرباطل أكاديمي والبحث السياسي دكتور لحسن أقرتيت دكتور لحسن مرحباً بك معنا في النافذة المغاربية إذن دعوات النشطاء لمقاطعة اللغة الفرنسية واستبدالها باللغة الإنجليزية هل هي حملات موسمية أم أن هذه المرة الأمر مختلف بداية أهلاً وسهلاً دعني في البداية أقول على أن الأمر هنا لا يتعلق بحملة موسمية صحيح أن الدخول المدرسي والجامعي يتزامن مع الدخول السياسي في المغرب ولكن ينبغي الإقرار على أنه في السنوات الأخيرة هناك تصعد للمطالب فيما يتعلق بإقرار الإنجليزية كلغة للتدريس لا أقول أساسية ولكن كلغة للتدريس على الأقل فيما يتعلق بالعلم والرياضيات لذلك أعتقد أن هناك الآن شريحة واسعة داخل المجتمع المغربي وخصوصاً على الفئات الشبابية تطالب بضرورة إقرار الإنجليزية على المستوى المناهج البداغوجية وعلى المستوى التعليم وفي جميع مرحل التقين والتعليم سواء الأساسي أو الإعدادي أو التنوي أو الجامعي لذلك أعتقد أننا الآن أمام مطلب وطني فيما يتعلق بإقرار الإنجليزية وهنا ينبغي القول كذلك على أن الطبقة السياسية هي منقسمة في المغرب فيما يتعلق هذه النقطة خصوصاً خلال السنوات الأخيرة بعد صعود هذا المطلب وذهاب خصوصاً أن جانب كبير يطالب الآن بالاستعادة عن اللغة الفرنسية لكن في نهاية المطاف ينبغي الإقرار على أنه حتى على المستوى القانون الإطار 1751 الذي تم إقراره أو الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 التي تحدثت بشكل واضح عن التعدد اللغوي وعن التناوب اللغوي ببعنا حسب روح هذه الرؤية فأعتقد أنه ينبغي أن تكفى الطبقة السياسية خصوصاً سنتحدث عن طبقة السياسية دكتور الحسن ولكن اسمح لي هل ترى أن الظروف مهيعة داخل المغرب للانتقال من الإنجليزية إلى الفرنسية؟ أعتقد أن المسألة بطبيعة الحال ينبغي أن يكون هناك انتقال تدريجي من الفرنسية إلى الإنجليزية ومن العربية إلى الإنجليزية لأن في نهاية المطاف الفرنسية لا تشكل المسلك الأساسي فيما يتعلق بالتدريس في المغرب بمعنى في جميع مراحله ومسالكه بل أن العربية هي كذلك الأساس المعتمد باستثناء المعاهد الخاصة ينبغي القول على أن اللغة العربية هي الأساس المعتمد حالياً لذلك فيما يتعلق بهذا الانتقال نحن نسترشد ينبغي الاسترشاد بتجارب العديد من الشعوب على المستوى الإفريقي وينبغي كذلك القول على أن حتى في فرنسا نفسها اللغة الإنجليزية اخترقت الجامعات والمعاهد وأن المسألة في فرنسا وفي أوروبا أصبحت محسومة لناحية اعتماد مبدأ اللغة الأكثر ملاءمة للتطور الاقتصادي والتطور التكنولوجي والعلمي لذلك ينبغي أن نكف عن ممارسة هذه الرقابة الداتية خصوصاً النخبة الفرنكوفونية في المغرب كذلك ينبغي القول على أن حتى التوجهات السلفية التقليدية سواء التي يمتلها الإسلاميون أو يمتلها حزب الاستقلال في المغرب ينبغي أن تكف عن عرقلة تطور البلاد خصوصاً أن اللغة الإنجليزية هي لغة حيوية جداً فيما يتعلق بالتعليم والتكوين والبحث العلمي لأن كما تعرفون على أن كل براءات العلمية وكل المنشورات المعرفية والعلمية هي تنشر باللغة الإنجليزية وبالتالي لا مجال للمكابرة فيما يتعلق باختيار اللغة الأكثر ملاءمة للاقتصاد الأكثر ملاءمة لأبنائنا هذا معروف دكتور لحسن اسمحني على المقاطع نتحدث عن النخب السياسية ونتحدث تحديداً عن اللوبيات الفرنكوفونية داخل المغرب هل يمكن أن تستسلم ببساطة للتوجه نحو الإنجليزية ألا يمكن أن تكون عقبة أساسية في هذا الإطار؟ أعتقد حتى على المستحطة هذه الشريحة في المغرب تعرف تحول لناحية أن جزء كبير من هذه الشريحة تسجل أبنائها في المدارس التي وفدت جديداً وفدت مؤخراً إلى المغرب هناك معاهد إنجليزية دخلت إلى المغرب وهناك جامعات قادمة فيما يتعلق للاعتماد اللغة الإنجليزية مئة بالمئة بمعنى أنه حتى على مستوى داخل هذه الشريحة هناك تحول كبير لدى البعض منها نحو الاعتماد الإنجليزية صحيح أن على المستوى الخطاب لازل هناك مقاومة ولازلت هناك محاولات للحفاظ على رمزية اللغة الفرنسية لكن كما قلت أن دستور 2011 وأن الرؤية الاستراتيجية 2015 و2030 والإطار أنه يتحدث عن تعزيز اللغات الأجنبية والحفاظ على مكانة الفرنسية لكن ينبغي في نفس الآن الإقرار على أننا أمام مطلب شبابي لأن هناك إحصائيات هناك كما يقال هناك استطلاعات رأي مهمة جداً داخل الشباب هناك مطلب واضح لدى هؤلاء هذه نقطة واضح مطلب واضح للجيل الجديد بالتوجه للغة الإنجليزية باختصار دكتور لحسن ما طرحه وزير التربية قال بأنه هناك إمكانية لتدريس المواد العلمية باللغة الإنجليزية بعد تهيئة الظروف وهنا نضع أكثر من خط حتى تهيئة الظروف هل تتوقع أن يكون ذلك في القريب العاجل أم هي مجرد وعود سياسية ليس إلا باختصار أنا أقول على أن المسألة ستتم بطريقة تدريج لأنه بكل صراحة لحدود لأنه بكل صراحة هناك إكرهات الإكرهات هي من جانب الحكومة تتمثل في تعطير الأساتذة وتكوين أساتذة أكفاء لتمكينهم من دراسة من تدريس العلوم والعلوم بشكل عام والرياضيات والتكنولوجيا باللغة الإنجليزية لأن على فهد المستويات لا ينبغي الاكتفاء بشرح المفردات داخل الفصل للطلبة للتلاميذ ينبغي تدريس هذه المواد لأن في نهاية المطاف كما يقول كما يقول السوسيوليسنيون لأن اللغة هي الوعاء المادي للفكر وبالتالي ينبغي أن يتمكن هؤلاء من حصول على مستوى جيد على المستوى الإنجليزي لتمكنهم من تعطير التلاميذ والطلبة كذلك جانب فيما يتعلق بالأساتذة هناك حاجة ملحة للاستجابة لهؤلاء الأساتذة بالعودة إلى مراكز تكوين والحصول على تكوين مهم وكذلك ينبغي أن تكون رغبة كبيرة لده لمصايرة هذا التحول على المستوى تدريس اللغة الإنجليزية شكرا جزيلا لك دكتور لحسن أقرتيت الأكاديمي والباحث السياسي كنت معنا من الرباط شكرا